اشتركوا في القناة وبالطبع كان هناك مكاسب يصيبونها من عوامل يهود من اموال وهدايا وزعام دينية وغيرها قافوا ان اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم على ذهاب تلك المكاسب فماذا فعلوا كتموا الحق المنزل في كتبهم وكم كانوا بارعين في كتمان الحق بالاخفاء والتبديل والتحريف وتأويله تأويل فاسد وباطل يوافق اهواءهم فانزل الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ان اولئك اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ان الذين يخفون ما انزله الله عز وجل في كتبه من نعة وصفة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الحق ويأخذون في مقابل هذا الاخفاء عوضا قليلا من عوض الدنيا اولئك ما يأكلون إلا نار جهنم تتأشج في بطونهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وصفته عليهم ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس الكفر والذنوب بالمغفرة ولهم عذاب أليم موجع وإن كان المقصود بالحديث في الآية الكريمة هم علماء وأحبار اليهود إلا أن هذه الآية فيها وعد شديد لكل من كتم الحق واشترى به ثمنا قليلا من حقام الدنيا والكتمان هو إخفاء الشيء قصدا وعنعمد رغم الحاجة الشديدة لإظهاره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع هناك من كتم الحق لفترة ثم تاب وأناب وبين الحق لغيره فلهذا جاء يكتمون في صيغة المضارع لم يكتفوا بضلالهم بل أضلوا غيرهم وكتموا عنهم الحق وقطعوا عنهم وحي السماء ومنعوه عن الناس فوجب علينا جميعا أن نواجه هؤلاء وننشر ونبث الحق في كل مكان وزمان حتى يعلوا الحق ولا يعل عليه ولماذا يكتمون الحق؟ يشترون به ثمنا قليل نعم هو قليل ولو كان ملء الأرض ذهبا وأين هم علماء أحبار اليهود الآن وما فازوا به من مكاسب ومطامع هذه هي حقيقة الدنيا الفانية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وكما ملأوا بطونهم في الدنيا بالمال الحرام والمكاسب فسيملؤون بطونهم في الآخرة بنار جهنم لأن الجزاء من جنس العمل ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رضا بل يسخط عليهم ويعرض عنهم بل يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس القفر والذنوب بالمغفرة وأن له أن يزكيهم وهم لن يزكوا النفوس بالوحي المنزل من السماء والعلم والهدى ولهم عذاب أليم موجع لا ينقطع نسأل الله العظيم الثبات على الإيمان والدين فإن أقبلت الدنيا اللانبيع جزاكم الله خيرا شكرا للمشاهدة